اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي مع معالي السيد شارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادة وزير الخارجية إلى بروكسل وقد نقل سعادة وزير الخارجية إلى معالي سيد شارلز ميشيل تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة وتقدير جلالته لعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تقدم مستمر معربا سعادته عن اهتمام مملكة البحرين بتعزيز مختلف أوجه التعاون واستمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ورغبتها في استثمار الفرص المتاحة من أجل تحقيق مزيد من النمو وتطور للمصالح المشتركة ومثنيا على الجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس الأوروبي في مواجهته مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية وإسهاماته في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتقديم الدعم والعون للدول المحتاجة من جانبه رحب معالي سيد شارلز ميشيل بسعادة وزير الخارجية منوها بالاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين جلالة الملك المفدى مؤخرا مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يبديه جلالته لتعزيز قيم التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والمعتقدات ورعاية ثقافة السلام والتفاهم والإخاء بين شعوب العالم مؤكدا معالي على أهمية تطوير آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خدمة لمصالحهما المشتركة وضرورة الاستمرار في التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتدارس فرص تعزيز التعاون الثنائي والارتقابه إلى آفاق أرحب وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهة النظر تجاه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم حضر الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية واستعدت الدكتور به جواد جيشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والمعتمدة لدوقية لوكسنبرغ الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومثلتها لدى الاتحاد الأشياء